هذا وأكد مدبولي أنه تم تنفيذ 52 مشروعاً في قطاع مياه الشرب بسيناء بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه لافتاً إلى أن سيناء بها أكبر عدد من محطات تحلية المياه بمصر وأضاف مدبولي أنه تم تنفيذ 12 محطة تحلية سواء جديدة أو توسعات مياه الشرب بنتكلم على 52 مشروع تم تنفيذهم الحقيقة بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه خلت تغطية مياه الشرب في سيناء من 84% في 2014 إلى 98% وهنا بنتكلم على شبكات مستقرة موجودة طبعاً الـ 2% هي فقط التجمعات البدوية التي تبقى منعزلة وهي بيبقى لها أسلوب آخر في تغطية المياه بخلاف الشبكات ولكن الحقيقة سيناء بتتميز بأنها فيها أكبر عدد من محطات التحلية لنفذتها الدولة من حيث العدد ومن حيث الحجم لأننا نرى يمكن كميات هائلة 12 محطة تحلية سواء جديدة أو توسعات بطاقة يعني وصلت إلى أكتر من نصف مليون متر مكعب في اليوم لهذه المنطقة دي صور مقارنة دي منطقة محطة تحلية راس صدر في 2014 الأرض كانت صحرة النهاردة الحمد لله المحطة موجودة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه محطة تحلية مياه البحر بالعريش ودي مهمة جداً المرحلة الأولى انتهت بـ 100 ألف ومخطط إنها تصل لـ 300 ألف النهاردة بقت المحطة موجودة على الأرض في هذه الفترة بالصورة اللي حضراتكم شايفينها اشتركوا في القناة